أستاذ محمد مصطفى تشكيلك اللي شايفه الأفضل على دوق هذه القائمة لمنتخب مصر إيه التشكيل الأفضل؟ هو تقريباً قريب من الشكل اللي بيتكلم عليه جمي بس أغير حتى صغير يعني أحنا بديكلم في الشناوي لخلاف عليه بتتكلم قلبين الدفاع ليه لخلاف عليه؟ لأن الشناوي يظل هو الحارس الأول لمصر حاليا وما مكانة الأخطاء في وقت من الأوقات طالما ما عندكش حارس تاني يقدر يناطح الشناوي يقدر يهدد مكان الشناوي صعب قوي أنت تعتمد حاليا آه يا شايف أحمد شناوي محمد الصبحة لا ينطحان الشناوي لا أسف وأنا عارف أن النادر أهلي بدأ يفتح خطوط اتصال مع أحمد شناوي يحاول نوعي يحاول يفتح نفس فكرة ندر السيد مع عصام الحضري اللي عملها منه الجوزيل بس ما أظنش أن الشخصيات شوية والشخصية بتاع الجوزيل اللي كانت موجودة وقتها هتعرف تهندل أمر زي كده دلوقتي فأنا أظن محمد شناوي هو الأقرب والأهم أنه يكون موجود في المنتخب كحارس ورما بين دفاع بتتكلم في أحمد حجازي ومحمد عبد المينام في ظل أن الوينش مش متواجد وعبد المينام ماشي بشكل كويس جدا لفترة اللي فاتت بكريت محمد هاني لا خلاف علي لأنه هو بكريت الوحيد والأهم في مصر دلوقتي باكليفت هو الرجل محمد هاني بكريت الأساسي المنتخب مصر عشان هو الأفضل ولا عشان هو المتاح عشان هو المتاح متكذبش علم لاثنين أفضل متاحين افضل متاحين طبعا محمد هاني هو أفضل متاحين لما باجي اختار أي لاعب بختار من بول من مجموعة من اللاعبي هو أفضل واحد أفضل ظهير أي من في مصر المشكلة انه الوقت كسر المهم الأفريكوية مثلا مع كيروشي انت كنت بتكلم في عمر كمال عبد الواحد فأكرمت وفيه اتنين أساسا مش بكات رايد. فانا اوظفت اتنين اللاعبة مش بكات رايد في مركز باك رايد بقى بيلعبه على هاني. وما كان شو محمد هاني بيلعب في التوقيت ده. وكان اكرم هو اللي ركب في النادي الاهلي. وعمر كمان عبداللحك كان بيتم توظيفه سواء ظهير او جناح مع كابتن علي ماهر في النهاية في التوقيت الحالي عشان نقفل النقطة نفسها. افضل لاعب زهير ايمن حقيقي في الدورة لمصر ومحمد هاني طبعا. محمد هاني والوانشو عبد المنا. حجازي وحجازي وعبد المنا بتكلم في الباك ليفت الاقرب محمد حمدي لانه نمرة واحد اعتمد عليه في تلات مباريات اللي بدأ فيهم فيتوريا. ونمرة اتنين فتوح اختفى فترة ورجع تاني ولما رجع ما رجعش بنفس المصابة بتاع فتوح اللي احنا شفناه النسخة بتاعت كارلوس كيروش. اللي كان افضل باك ليفت في البطولة وقتها هو الباك ليفت بتاع السلغال سيس. فالباك ليفت اظن انه محمد حمدي هو الاقرب انه يبدأ في مركز الباك ليفت. فس ملعب طريق حمد هيكون لاغينا عنه كلاعب مركز ستة وهيشتغل جنبه باثنين اللاعبة امام عشور ومحمود حمد. محمود حمد برضو بدأ مع التلات مباريات وعنده قناعة كبيرة جدا بيه فس ملعب. فهو امام عشور هيشتغله في الجزئية دي ناحية المين محمد صلاح لخلاف وناحية شمال مرموش وفرود صريح مصطفى محمد. ممكن ممكن مباراة هنا يفكر في حد زي زيزو يلعب مركز تمانية بباليء ادوار هجومية اكتر ممكن يطرف زيزو يدخل محمد صلاح في القلب في بعض الاوقات ممكن انت يستغل ده ممكن. كلنا نفسنا زيزو يلعب تمانية كلنا بزبط لا في زمالك بيلعبه تمانية ولا في المنتخب ما اكلوش بيلعب تمانية ولا اتوقع ان فيتوريا هيلعبه تمانية. هو فكرة ان زيزو يلعب تمانية دي هي موجودة دايما في افكارنا وفي خيالنا عشان هو لعب فعلا متحرك ولاعب رائع ولاعب بالكرة كويس وبيعمل انتغرات كويسة ويعرف يشتغله جميل كويس وممكن يعمل ادوار دفاعية كويسة بس محدش بيستخدمه كتمانية. صحيح. بص لانه شوية ممكن نواحي الدفاعية بتاعت زيزو اقل شوية في قلب الملعب يعني زيزو لما بيكون على الخط بيكون بيقدر يسند مع الباك بشكل افضل شوية هو مش عدلته ومش مستريح شوية في النواحي الدفاعية ولكن في النواحي اللجومية انا بشوفه انه كويس جدا في مركز ثمانية رجليت ايلعجون في بعض اللقاء بيقدر يسند معه سواء لو هيلعب يعني ثمانية يمين او شمال بيسند مع الوينج بشكل كويس جدا. ممكن شوية عشان المداربين شايفينه عنده سرعات الاوفرات تعمل جول حلوة اوي في ماتشل تراجي الاوفر اللي عمله فممكن امكانياته شوية بتظهر بتلمع شوية في المركز ده بس انا شاف انه في مركز ثمانية برضو يقدر يدي يعني. ممكن منافسين برضو انت بتتكلم في واحد زي محمود حمادة راجل كورتو حلوة فيتوريا بيحبه امام عشور راجل برضو في المركز ده اساسا فاكيد كل ده ممكن يقلل من قصهم شوية يزيزوا في الحتة دي. وطبعا لا خلاف على انه مركز يعني الوينج قدام محكوزة محمد صلاح فده هيأثر على اي لاعب موجود في مصر في الوقت ده.